تطلق اليوم وزارة البيئة الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار ايكو ساوت سيناء والتي تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد وقيم للمزيد ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد تحياتي لك أولا تطلعنا على تفاصيل هذه الحملة وما هو المستهدف منها بالضبط يعني كبيرة تبزلها الدولة ووزارة البيئة للترويج للمقاصد السيحية البيئية نحن هنا في محمية الغابة المتحجرة بيئة القائرة الجديدة وهي واحدة من جاملات المحميات الطبيعية في مصر نحن نتحدث عن نحو 30 محمية طبيعية أو أكثر وهناك مشروع كما ذكرت بإطلاق حملة تروجية لمحمية طبيعية في جنوب سيناء وهي 5 محميات طبيعية في جنوب سيناء يتم الإعلان عن إطلاق هذه الحملة التروجية لها اليوم بحضور وزيرة البيئة للمزيد من التفاصيل نرحب بضيفنا العزيزة الأستاذ محمد عليوة مدير مشروع إيكو إيجيبت أحد مشروعات وزارة البيئة للحديث عن هذه الحملة التروجية أستاذ محمد بعد التحية حدثنا أكثر عن هذه الحملة التروجية للمحميات في جنوب سيناء مساء خير على حضرتك وعلى السادة المجاهدين وأهلا بكم في محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة إحنا هنا بنطلق حملة تروجية اسمها إيكو إيجيبت إيكو إيجيبت هي حملة تروجية على مستوى الدولة بتتحدث عن الساحة ببيئة داخل المحميات الطبيعية كلنا عارفين إن في محميات طبيعية بس كتير مننا مش عارفين فين المحميات الطبيعية يعني إيه محمية لين نروحها وممكن نعمل فيها هو ده الهدف الرئيسي من حملة إيكو إيجيبت إنها بتعرف السادة المشاهدين عن أربع محاول رئيسية إيه هي المحميات الطبيعية هتعمل إيه جوة داخل جول المحمية هتقعد فين كل محمية هتقابل مين من السكان المحليين عادتهم تقالدهم وآخر حاجة إيه هي الأنشطة الممكن لكن بعد سنة من الشغل على مستوى الرفع الوعي على مستوى الدولة وصلنا لمرحلة إن إحنا عايزين نركز على مجموعة من المحميات أكثر فركزنا على محميات جنوب سيناء كلنا عارفين جنوب سيناء بإنها هي شرم الشيخ لا جنوب سيناء أكبر بكتير قوي من شرم الشيخ فيه خمس محميات بيحوطوا جنوب سيناء بنتكلم على كاترين أبو جلوم نب راس محمد وما إلى ذلك كل واحدة من دول فيها خبرات مختلفة تماما سواء مع السكان المحليين أو سواء مع الموارد الطبيعية هده هنحاول نركز عليه النهار بدأنا الأول مع بعض المؤثرين شبكات صوت بالتواصل الاجتماعي دولتي وصلنا للمؤثرين الدوليين وفي وعلى مستوى المنطقة إن إحنا بنحاول نجيبهم يشوفوا جنوب سيناء بعين مختلفة محميات جنوب سيناء بعين مختلفة هده هنطلقوا النهاردة ده واحد تاني حاجة بنطلق مجموعة من الـ Virtual Reality Tours منها إن المشاهدين سواء في البيوت أو باستخدام النظرات المخصصة لذلك بإداروا يشوفوا المحميات بتقنية تلتونية وستين درجة ويشوفوا كل محمية جوا داخل كل تور بيشوفوا كل المعلومات الرئيسية اللي هم محتاجينها عن كل محمية وده بيزود الوعي عن المحميات الطبيعية وممكن تشوف إيه داخل كل محمية أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أليوة مدير مشروع إيكو إيجيب تأحد مشروعات تابعة لوزارة البيئة شكرا لحضرتك وزي ما تابعنا زملائي في الستوديو أهمية الترويج لهذه المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة وأهمية الترويج السياحة لها لما لها من أهمية بيئية واجتماعية واقتصادية أيضا كبيرة إليكم زملائي في الستوديو نعم حملة مهمة جدا في هذا التوقيت سيني مراسل التلفزيون المصري وشكرا لضيفك الكريم